وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من باريس مفادة أكسترانيوز زميلة لما جبريل لما بعد التحية إليك الكلمة والتفاصيل التي تم رصدها حتى اللحظة الكرام من العاصمة الفرنسية باريس من خلف القمة دائرة الآن كما تتبعون مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة من أجل مثاق مالي عالمي جديد بالفعل تحدث رئيس الفرنسي مانوال ماكران ومن بعده بعض الخبراء الاقتصادين العالميين في هذا المجال وهذا الإطار والحديث عن الأوضاع المناخية العالمية والتركيز على أن مسألة الفقر ليست لها علاقة أو هي لا يوجد منها وبين مكافحة تغير المناخ الآن تتحدث رئيسة وزراء جزيرة باربادوز وهي إحدى الجزر الكريبي اللي طبعا متضررة بشكل كبير جدا من التغير المناخي وهي أصلا صاحبة مبادرة بريتشتاون وهي الأساس لفكرة هذه القمة اللي كان طرحها أو نوه عنها الرئيس الفرنسي مانوال ماكران من مصر في كوب 27 شرم الشيخ تحديدا وهي أيضا كانت تحدثت عن هذه المبادرة وتحدثت عن مسألة التمويل المناخي للجنوب أو الدول الأكثر تضرورا من الانبعاثات التي تخرج عن دول أخرى والجزر طبعا في المقام الأول لأنها ربما تعد في المرتبة الأول الأكثر تضرورا الحديث كله دائر دعاء حول الإرادة حول الاستثمارات الذكية والاستثمارات القطاع الخاص في البنية تحتها الخضراء لأنها بتعد الأكثر تكلفة بشكل أو بآخر والحديث أيضا يدور على نظام مالي عالمي جديد بالإشارة هنا إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإعادة هيكلة لهذه المؤسسات المالية ربما أصبحت غير متكفأة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية ومع أوضاع المناخ العالم هناك تركيز واضح على أهمية وجود القطاع الخاص في هذه البلدان إذا كان أفريقيا أو الجزر وإعادة النظر لعملية التمويل وإعادة جدولة ديون هذه الدول بشكل كبير لأنه هناك خلط بين فكرة ديون وفقر هذه الدول وعدم إمكانية هذه الدول للعمل على بنية تحتية خضراء أو استثمارات خضراء أو يمكن وضع يناسب التحديات العالمية من حيث تغيرت المناخ حيث أن رئيس سيسي من أول رؤساء وهو متبني رؤية الأفريقية وصوت أفريقيا فيما يتعلق بتغيرات المناخية وأضرار هذه التغيرات على القارة الأفريقية منذ الثورة الصناعية الأولى الحقيقة دعاء وتضرارة القارة الأفريقية ولم تنتفع منها حتى وصلنا للتطور الرهيب في التكنولوجي وحتى هذا التطور لم تستفيد منه القارة الأفريقية بل على العكس طالها الكثير من الأضرار من وراء هذا التطور الحقيقة أنه دائما ما يتبنى الرئيس السيسي في حديثه عن الأوضاع المناخية ومحاربة هذه التحديات لأن احنا منتكلم من القارة الأفريقية كلها بتخرج انبعاثات 3% مقارنة بدول العالم كل فالحديث دائما حديث المصري أنه يكون فيه آلية تمويل آلية تمويل بشكل إنمائي آلية تمويل في إطار منح وليس مسألة اقتراض لأن احنا كده هنرجع تاني لأقصات ولفائدة زيادة على الدول النامية أو دول الأفريقية نظرا لتصنفها في المؤسسات المالية العالمية وده أمر أصلا بيتم المناقشة فيه الآن في هذه القمة لأنه كيف يعقل أنه دول بهذا الفقر تدفع فايدة أكبر بكثير من الدول المتقدمة احنا ملكم في 14% فيما فوق أيضا خليني أقول أنه بعد قليل مفروض رئيس السيسي يتوجه للإليزي لغداء عمل على الشرف الوفد المصري والرئيس المصري مع الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون ونحن أيضا في انتظار كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن هذا الأمر من المفترض طبعا الأهداف أعلنت دعاء للخروج من هذه القمة عن حيز مالي جديد عن استثمارات قطع خاص في البناء الخضرة في دول الجنوب والجزر أربع أهداف أعلنوا ولكن التحليلات كلها تشير إلى أنه سيتم التركيز على نقطتين أساسيتين النقطة الأولى متعلقة بشركات الشحن البحرية وهي الحقيقة عملت مبالغ طائلة في العامين الماضيين وهي المتسبب الأكثر في الانبعاث الكربوني فالتفكير الدولي كله الآن ينصب فيه فرض ضريبة دولية على هذه الشركات الدخمة وهذه الضريبة توزع بشكل عادل على الدول النامية والجزر المتضررة من التغير المناخي النقطة تانية متعلقة بإعادة هيكلة للمؤسسات المالية وطبعا الأصد هنا البنك الدولي وسندوق النقد الدولي لأنه منذ إنشاءهم في أواخر الحرب العالمية التانية ولم تتغير معيير هذه المؤسسات ولم تتغير قوانين هذه المؤسسات ولكن تغير العالم كثيرا منذ الحرب العالمية التانية طبعا الحقيقة أنه أعتقد أنه هذه القمة تطرح أسئلة أكثر من أنها تطرح إجابات يعني إحنا بنتكلم لماذا هذه المرة قد يلتزم أو تلتزم الدول الأكثر تضررا أو أكثر ضررا هنا وخروج للإنبعاثات بأي قرارات تخرج بها هذه القمة من توصيات حتى وإن كان هناك زخم سياسي هو الأكبر من نوعه إنجاز التعبير ما الذي تغير؟ النقطة التانية إذا كان الدول الكبرى المسببة أصلا للإنبعاثات ليست على توافق هل نتوقع أن يتم التضامن أو يتضمن لعالم أفضل لتنفيذ استراتيجيات على الأرض تنفذ فعلا لإنقاذ العالم وإنقاذ الدول النامية وإنقاذ الدول التي ربما تخرج قال إنبعاثات وهي الأكثر تضررا الكثير من الأسئلة ربما تطرحها هذه القمة خلينا نقول إنه يمكن الطرف الروسي غير متواجد على رغم نحن نتكلم عن كل معظم دول العالم حتى رئيس وزراء الصين والولايات المتحدة الأمريكية ولكن ممثلة في وزير الخزانة المملكة المتحدة طبعا الإمارات نظرا لأنه كوب 28 سيقام هناك كثير من الزعماء الأفارقة وعلى رأسهم رئيس سيسيا الذي يتبنى رؤية واضحة والصوت واضح في وجه تغير المناخي العالمي والقضايا المالية أيضا الكثير من الأطراف الدولية البنك الدولي صندوق النقد الدولي الكثير من رؤساء بنوك تنمية متعددة الأطراف لأنه هي أيضا محور رئيسي لهذه القمة كما ذكرت لك دعاء بعد قليل نتوجه لقصر الزي وربما أوافي حضراتكم من أمام القصر بعد انتهاء رئيس السيسي من كلمتي هنا وتوجهه إلى هناك في غداء العمل مع الرئيس الفرنسي مالوال مكرون نعم لما جبريل ونحن بالتأكيد في انتظار كل جديد جزيل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر